تعرض رجل اعمال يبلغ من العمر خمسة وخمسين عاما من النمسا العليا لعملية احتيال عبر الانترنت بنصف مليون يورو وكان الرجل قد وقع في حب امرأة غامضة دبت فيه الحماس بمحادثات حول مستقبل مشترك بينهم ومن ثم اغرته بانها تملك استثمارات مربحة ومنصات تداول ناجحة وبالتالي استثمر الرجل نصف مليون يورو وتم منحه وصولا الى حساب افتراضي بدى له من خلاله انه ربح مليوني يورو لكن في النهاية انتهى الامر بقلب مكسور وحساب مصرفيا فارغ فعلا مثل ما منقول بالشام خاروف ودخورة كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم لا تنسوا تحميل تطبيق انفو جرات على هواتفكم كنت معكم انا قتيب اللحام امسيا سعيدة وإلى اللقاء